بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم من هذا المنبر وكل عام نتحدث بموازنتنا العامة لكن اسمحوا لي بمقتطفات بسيطة نتحدث ونؤدي تحية إجلال وإكبار لجنودنا على الحدود الأردنية لهذه النخبة من رجال الوطن الذين يحفظون الأمن والأمان الذين يسعون ويوضحون بأرواحهم من أجل الوطن تحية لهم من هذا المنبر ومن تحت قبة الشعب الأردني سيد الرئيس زملاء الكرام حكومتنا الجليلة اليوم المعطيات تختلف على الساحة العالمية والساحة المحلية اليوم نتحدث عن غزو غاشم لمنطقة صغيرة بحجمها كبيرة بمفعولها وكبيرة بقدراتها وكبيرة بمجاهديها نتحدث عن غزة اليوم وانعكاساتها على الساحة الوطنية وانعكاساتها على الساحة العالمية نحن اليوم في هذا الأردن الصامد وجهنا كل قدراتنا وكل ما نستطيع أن نقدمه لهذا الشعب الصامد ومن هنا نؤدي لهم تحية إجلال وإكبار اليوم نستنكر ما قامت به معظم الدول الأوروبية من عدم دعم الأنروا وهذا بند جديد من بنود التجويع الذي تتخذه الدول لمساندة إسرائيل 15 مليون أعز وأكرم من مليار من الشعب العربي المسلم لدى هذه الدول بنهاية الأمر نحن اليوم لا بد لنا من العودة الداخلية إلى بيتنا الداخلي وترتيب أمورنا الداخلية نحن اليوم مناقشة موازنة عامة وهذه الموازنة هي سنوية تدرس وكان أبودي أن أرى من ضمن الموازنة ملحق خاص بحل المشكلات المترتبة بالموازنة عندما أواجه عجز لا بد أن يكون لدي حلول لمواجهة هذا العجز عندما يكون لدي مشكلات لا بد أن يكون لدي حلول وهذه المطالبة الحقيقية اليوم لا نتحدث عن أرقام نتحدث عن إنعكاس هذه الأرقام على التنمية الحقيقية وهذا هو المطلب فلنبدأ ببيتنا الداخلي وترتيبه نبدأ من التربية من قطاع التربية التربية التي تهتم ببناء الإنسان الأردني وهذا البناء لا بد أن يكون متماسكاً وصلباً وقوياً ليستطيع مواجهة اليوم التطور التكنولوجي بالعالم تطور سريع وطالبنا لا زال على النمطية القديمة اليوم نتحدث عن معلم لا يساهم مساهمة حقيقية بوضع المنهاج وهذا ينعكس على الميدان وينعكس على حل المشكلات لأن المعلم أدرى وأقدر بوضع المناهج ووضع حلول ومشاكل حقيقية للمنهاج ينتخب النسبة قليلة من المعلمين ولا تمثل كافة الشرائح اثنين لدينا مشكلة بالتربية نحن عندما نقول تربية ثم تعليم تربية لا بد أن يحصل المعلم على كرامته الحقيقية في أن يكون قدوة لهذا النشأ الجديد اليوم هذا المعلم ليس لديه قوة ولا حول يأتي كملقم ويخرج من الباب الآخر وهذه مشكلة كبيرة نحن نحتاج إلى المعلمين القدوات هذه لا بد أن تكون رسالة التربية قبل التعليم اثنين نحن فرحنا بموضوع التربية المهنية وغنينا لها وشجعنا الناس على هذا الموضوع لأنه اليوم نحن بصدد إعداد جيل من الأردنيين ليس جيلا أكاديميا ولكن جيلا مهنيا يعشق المهنة ويعمل بها لكن للأسف الشديد اخترنا نظام جديد وهو نظام بوتك بيرسون وهذا النظام يدرس الآن بالمدارس المهنية المعلم لا يفهمه والطالب لا يفهمه وهذه مشكلة وغير هيك أنه المنهاج ليس متوفرا تماما مع الطلبة ليس متوفر لأنه يصوروا صورة ويعطوهم نسخة صور والمعلم غير مهيئ ولا مدرب على هذا النظام وهذه مشكلة لأنها تنعكس مستقبلا على الأداء اثنين لا يوجد أدوات حقيقية بالمدارس يعني مثلا التجميل للشباب يا أخوان التجميل للشباب تخيلوا لا يوجد معلمين يدرسوا التجميل للشباب خاصة في المدارس الثانوية الشباب أنا أتحدث عن الشباب بما دبا بالذات استعاضوا عن المدرس جابوا وحدة من الدربة بالتدريب المهني وحطوها درس شباب تجميل وتخيلوا هذه التعليقات والمصائب ونحن بمراحل مراهقة اليوم أنا لما بدي أعد هذا الجيل لازم أوفر كل السبل حتى أستطيع أن أقدم لو أجلنا التعليم المهني لسنة سنتين قدام لما جهزنا بيئتنا وجهزنا موادنا كان يكون أفضل من ذلك اليوم الصحة ونشكر وزير الصحة على ما قام به من كثير من الأمور لكن نحن بحاجة لتأمين شامل حتى نستطيع التغلب على كثير من المشكلات التي تواجه المواطن الأردين وكذلك توفر على الموازنة توفر على الدولة عندما يكون التأمين شامل لكل مواطنين وكل مننا يدفع ما عليه ويكون تأمين شامل لا نحتاج إعفاء ولا نحتاج التلاعب بكثير من الأوراق حتى ما يدفع العشرين بالمئة وهذه مشكلة نواجهها نحن بحاجة لإعداد العديد من الأطباء المختصين وهذه نقطة رئيسية جدا ومع ذلك يجب دعم الأطباء هؤلاء برواتب مجزية لأن الطبيب عندما يأخذ الاختصاص يقول أنه يطلع برا ما توفي معي شو ألف و ألف و خمسمائة شو بتنكفنين فاليوم نتعب وندفع على هذا الطبيب ندفع عليه أموال وندربه سنوات على حساب وزارة الصحة فالمفروض أن نعززه براتب حتى يبقى يخدم بالمملكة الأردنية الهاشمية يعني صوتي قوي؟ كويس تمع أشكركم على الملاحظة الله يسعدك سلامة لو سمحت زميننا خالد الله يبارك فيك شكرا نعود إلى وزارة الأشغال وزارة الأشغال نعاني وزارة الأشغال من موضوع المخططات والدراسات التي بوزارة الأشغال مثلاً مشاريع اللامركزية تنتهي ولم تنتهي المخططات والدراسات لماذا لا يكون في وزارة الأشغال أصلاً مراكز مختصة؟ لماذا تحولوها على مكاتب أخرى؟ مكاتب خارجية مفروض يكون زيتنا من الدقيقنا يا جماعة ما إحنا عندنا مهندسين فالمفروض أن نشغل مهندسي إنه الموجود داخل وزاراتنا لو أشنا نلجأ لمكاتب أخرى حتى نوفر هذا الموضوع اثنين بالنسبة للطرق أنا مع أن يكون هناك مراقبة حقيقية على العطاءات يا جماعة الخير الطرق تسلم هذا الشهر اللي جاي تلاقي بها حفر لماذا لا يكون هناك شرط جزائي على المقاول عشر سنوات إن وجد خلل بالشارع عليك تحمل مسؤوليته كما باقي الدول حتى نلزمهم أما يأخذ الشارع ويعملها بعد أسبوع وإن الحفر ومطبات روحوا شوفوا بالشتاء هسا كل شوارعنا حفر ومطبات كذلك الطرق المباني المباني المدرسية والمباني المراكز الصحة اللي قاعدة تصير يا شباب والله العظيم أنا لا أحب دائما جلد الذات لكن أن نكاشف بعضنا بالحقيقة فهذا هو الأهم اليوم أنت قاعد تدخل على مبنى سلم العام الماضي تلاقي السطح فيهك واسع طب يا عم ليش؟ قال ريح ليش؟ صار فيه كذا طب ما أنت مقاول المقاول يتحمل المسؤولية لابد من الشروط الجزائية وتطبيقها بقوة حتى نوفر على الدولة ونوفر على أنفسنا العناء هذا مفروض يكون وزارة الاستثمار مع تحيتي وشكري لوزارة الاستثمار لكن نرغب منها بأول شيء تشجيع الاستثمار تشجيع حقيقي تخفيض الضرائب على المستثمرين تهيئة البيئة الحقيقية للاستثمار اليوم الاستثمار الأجنبي يا شباب صعب نجيبه فعلينا أن نستغل وجود المستثمرين الصغار من أبنائنا ونكبرهم أقل ما بيها المستثمر الأردني يبقى داخل الأردن ولا يخرج من الأردن أما المستثمر الأجنبي أي هبة والمطالع فإحنا أولى بأبنائنا أن نقوي اقتصادنا الداخلي أن نقوي لحمتنا الداخلية هذا أهم شيء صناعة والتجارة يعني مشكورين على كثير من الأمور لكن يهمنا برضه بالصناعة والتجارة أن يكون التركيز على الصناعيين الأردنيين ما هو تروح علي الوقت يا أبو حسان تروح علي الوقت ودلحك اللهم صلي على سيدنا محمد الصناعة والتجارة إحنا اليوم حريصين على أن يكون لدينا صناعة حقيقية حتى لو كانت صغيرة يا جماعة اللي يبلش صغير يكبر لكن إذا نظل نبقى ننظر إلى الصناعات الكبرى وليس لدينا صناعات حقيقية صغيرة اليوم ما رح يصير في عندنا شيء نعزز هذه الصناعات ونعزز هؤلاء الصناعيين إما بدعم مالي أو بدعم تسويقي لهم وتعزيز وهذا يشجع على أن يكون لدينا صناعة حقيقية وزارة الأوقاف اليوم إحنا مع وزارة الأوقاف لكن وزارة الأوقاف عليها العمل بجد على خلق جيل جديد جيل بعيد عن ما يترامى حولنا اليوم يا جماعة الخير اللي قاعد يصير على الساحة الدولية هذا يشجع بوجود خلايا إرهابية متقدمة بعد شوي رح ننصدم بالواقع فعلينا معالجة هذا الأمر وهذا العلاج يتم من خلال وزارة التربية والتعليم ومن خلال وزارة الأوقاف ومن خلال وزارة الثقافة يجتمعوا هؤلاء الثلاثة مع بعضهم البعض رح يشكلوا نقلة نوعية ببناء الإنسان الأردن نحن نشتغل على الفكر اليوم ما نشتغل على تسمين لازم يكون في عندنا جيل يفهم معنى ما يحدث جيل يفهم معنى الوطنية الحقيقية جيل يكون لديه أجندة أردنية داخلية تنمية شكرا معالي وزير التنمية ولكن لا نتمنى زيادة عدد من يتم صرف المعونات لهم شكرا لكم